شي موال عراقي نستقبلها فيه لرولا يا طبعا يلا يلا بدك سيادك ذكرتش والسمى مغيمة وعليك الروح محتار مدري الدمع نزل من العين مدري السمى المطار رحت ما إلك عنوان واسمك ضاعة اخبار البحر لو يبعدك عني أسوي القلب عبار وقل لك هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عدلونا مضرات العالم مطر من الأحذر ليحسلونا رولا مسألة كل محبتنا للعراق طلعت هلأ مرح المصل للأسل رولا مسلسل وطن عمل سياسي اجتماعي قدم لأول مرة عربيا فكرة السوبر هيرو أو السوبر هيرو من خلال بطل خارق اسمه وطن وبتدي فيه دور أمل زوجة وطن اللي بتموت بالحلقات الأولى لكنها بتضلها موجودة بطريقتنا وبتضلها عم بتسيطر على مسار الأحداث أول شي الفكرة التمثيل ما كانت وردة أبدا يعني على مشوار حياتي بس الفكرة كانت دور محتاجين بنت بغدادية لهجة بغداد شوي مختلفة عن باقي اللهجات بمطارح معينة نعم فبما أنا بحكم أني أنا سافرت برات العراق فبقت اللهجة مثل ما هي بدل واحد على اللهجة الأساسية من وقت ترك صح والشي الثاني أنه كان أول تجربة لازم يكون واحد جدا حذر باختيار الدور لأنه فايتع على مجتمع يا أما يتقبلني يا أما لا فحبيت دور أمل أول لأنه فعلا فيه رسالة وثاني شيء أنه ممكن تكون أخت أم صديقة أي شخص بالبيت العراقي رولا مسلسل وطن للكاتب المغربي البلجيكي عبد الرحيم بيشاركوا المخرج مهند أبو خدرة كتابة وهو كمان مثل ما قلت مخرج المسلسل ولعب دور البطل والعمل مثلا من الانتقادات وكان أبرزة من وزارتي الداخلية ونقابة الصيادة ومرجع ديني بالإضافة لجهات أخرى ليش هلقد زعلتوا عالم؟ هو كان المسلسل الناس توقعته أنه هو مسلسل سياسي نعم بس هو كان مسلسل سياسي اجتماعي أو تأثير السياسة على المجتمع نعم لأنه أكيد يعني هذا من التشابه بين العراق واللبنان صحيح كثير من المطارح اللي ممكن أنه السياسة غيرت بتكوين المجتمع بأي شيء ممكن يخص المجتمع ومنعاني من نفس الأفات للأسف صح فلما أحنا فتحنا مواضيع طبيعية جدا بدون أي تجريح بدون أي تكبير أو كبرناها يعني بشكل ما رفضت فقط لأنه أنت فتحت الموضوع ممنوع طبعا مجرد أنك طرحت الموضوع فلهذا السبب كان الموضوع شوي غريب موضوع الدين يمكن من الأشياء اللي كانت جدا يعني دقيقة 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 لما وصل الكتاب أو التنديد بهذا المشهد حكنا هم رؤوا شوي انطروا شوي بتشوفوا شو رح يصير بعدين هذا الشخص كان مجرد أنه هو يتشبه مرة بطائفة وبعدين يغير طائفة وبعدين على حسب المصالح السياسية اللي ممكن هو يأثر فيها أوكي يعني أنتو هيدا الشخص اللي طلع علسان وكلام بعدين بيّنت بالحلقات التانية أنه هو مثل مشعوز وهو ليس رجل حسب المصلحة يعني فأنتو ما عم تربطوا هشي بديانة معينة أنتو عم تحكوا الناس اللي بيركبوا موجة الدين لحتى يوصلوا لمصلحهم رولا عرفنا أنه اليوم عم تقرأ سكريبتات فيه بين إيديك سكريبتات شو معقول نصوفك بعمل تاني عن قريب هلا هو فيه جزء تاني لوطن يعني موجود آه فيه جزء تاني أورادي للمسلسة بس الفكرة أنه منتظرين شو رح يكون الدور وهل هو معقولة أمل رح ترجع رح يصير فيلم هندي بهالحالة إذا رجع فالفكرة أنه فيه لينك معين اللي هي أحداث معينة بعدنا معرفناها فبالأيام الجاية رح نعرف إذا رح يكون فيه دور لأمل بوطن أو لا وفيه أشياء تانية طبعاً ترجمة نانسي قنقر